النعم المألوفة تنسى فلا تشكر النعم المألوفة نولف نها نولف النعم إلا أفوسي تحريك أضاري لحو إلسي تمثلاي أمزغي السمحاس أقرو يتخميم فكذا نعم لماذا لا نشكر الله كثيرا لأنها نعم نعم مألوفة نعم 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 لماذا قلت أن أكد على هذه خطرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيتلون صبح الروح انتعك ولا تليك الروح ما كاش حاجة أغلى من الروح أشوك غيرين في الروح الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني العافية في جسدي وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ الله يا ربي الله غير من البل يقول الكلام ماشي واحد أخر محال شوف الرسالة كيف من البداية من الصبح رك مع ربي الله يبارك الحمد لله الذي رد علي روحي الروح انتعك ولات يا ربي ريك هذا الروحي وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ مُجْبُوهُ وَكِي سَمْعَ الشَّيْخِ يُددَرِهِ كَلِيمَ فِي الْمِقْبَرَةِ ماشاء الله هو يخرج بالنوم والمقبرة قال خير كين لذلك ذكر مليح ربي قال يا أيها الذين أمنوا لذكروا الله ذكر كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا لذلك القديم من هذه النعم ربي قال في القرآن الكريم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ولا واحد مننا يعرف قيمة النعمة الواحدة لماذا؟ لأنها متجددة تتجدد البصر الآن أنا أنظر إليكم قلكم الحمد لله قل الحمد لله هل نشوف فيكم هذا الصوت الذي يخرج نعمة الحمد لله امزى هذه الآذة لتسمع الحمد لله لذلك ربي قال وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ إن شاء الله يجعل ربي من هذه القلة